لا يامن هؤلاء الأطفال على أنفسهم فقضائف ميليشيات الحوثي تستهدفهم بشكل يومي على هذه القرية الواقعة غرب محافظة الجوف الغيل سبق وأن استهدفتها ميليشيات الحوثي بقضائفها المستمرة التي راح ضحيتك العشرات من الأطفال وكان آخره استهدافك اليوم لهذا المنزل الذي أدى استهداف الميليشيات الحوثي إلى إصابة طفلان وامرأة أيضا سبق وأن استهدفت ميليشيات الحوثي لهذه القرية وسقط فيها العشرات من الأطفال وفقا لإحصائية مكتب حقوق الإنسان بالجوف والتي أكدت سقوط 32 طفلا داخل هذه المدرية نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لهذه القرية وأطفالها علي الجرادي قناة بلقيس الغيل